السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في سلسلة اقرأ معه أستاذ هانيا عياش النهاردة إن شاء الله معنا السورة جديدة وهي سورة الضحاء نبدأ في قراءة السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نمسك أول آية اللام هنا لام شمسية يعني لا تنطق والضحاء والضحاء ننطق وض على طول كده طيب الآية لبعدها نركز على حرف الذال نطلع في طرف السنة والليل إذا سجأ والليل إذا سجأ الآية لبعدها ما ودعك ربك وما قال نركز بس على المد الطبيعي في كلمة ما ما ودعك ربك وما قال الآية لبعدها خلي بالك من الواو عليها فتحة واللام عليها فتحة ولل لأن معظم الناس بيقولوها ولل خطأ وللآخرة هنا التنوين ده مع اللام بنعمل حاجة اسمها إضغام الإضغام ده بغير غنة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى لأيه اللي بعضيها نركز على حرف التاء وحرف الضاد في كلمة فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى لأيه اللي بعضيها في هنا غنة الغنة ده نعمل فيها إخفاء عشان جايه بعدها فاء التنوين ده بنعمل في إيه؟ غنة إخفاء طيب والده اللي بيعمل فيها القلقلة ألم يجدك يتيما فآوى العيلة بعدها في مد هنا ست حركات بعد المد على طول في غنة الإخفاء كم حركة؟ اتنين وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى أو عتنسى الغنة اللي بعد المد لأيه اللي بعدها برضو هنا في مد أربع حركات وبعد المد في برضو إيه؟ غنة بتاعة الإخفاء وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى طيب الآي اللي بعدها في مين مشددة يبني عمل غنة حركتين في قاف من قلقلة يبني عمل فيها قلقلة عليها سكون فَأَمَّا الْيَاتِيمَ فَلَا تَقَهَرْ الآي اللي بعدها هنا في مد أربع حركات والمين برضو المشددة يبني عمل فيها غنة وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ النون بتاع كلمة تنهر بنعمل فيها إظهار عشان جاي بعدها حرف من حرف الحلقة وهو حرف اله يبني مشددة يبني عمل غنة وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ دي كانت قرات سورة إيه؟ الضحاء هكراها على السريع بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلاء وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ دي كانت قراءة سورة الضحى انتظروا ان شاء الله في فيديو جديد مع سورة جديدة في سلسلة اقرأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته